هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جوانب الطفرة التي حققتها مصر في مجالات البنية التحتية وفي مقدمتها توليد الطاقة الكهربائية بشقيها التقليدي والمتجدد وإنشاء وتطوير الموانئ والطرق وشبكات السكاك الحديدية والقطارات الكهربائية والمونوريل لذلك خلال لقائه الرئيس السنغالي مكيسال على هامش المشاركة في قمة دكار الثانية لتمويل البنية التحتية حيث أكد رئيس مجلس الوزراء استعداد مصر لتقديم كل خبراتها وإمكانات شركات الإنشاءات المصرية للمشاركة في جهود التنمية التي يقودها الرئيس السنغالي ومن جانبه قال الرئيس السنغالي إن مصر كانت دوما نموذجا متميزا لأفريقيا وفي السنوات الأخيرة حققت نجاحات واسعة في مجالات البنية الأساسية تضاف إلى جوانب تمييزها